اشتركوا في القناة 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 المستقيم الماركس رغبية مستقيمة مستقيمة رغبية مستقيم المر بمركز الدائر يكون عموديا على اي وطر فيها وينصف هذا الوطر يعني هيقسم الوطر ده كده بالنص وهينصفه يعني ايه هيبقى عمودي عليه يعني ايه هيعمل زاوية قايب يبقى انا عندي ايه تنصيف وطر وعندي عمودي على تنصيف وطر وعمودي على الوطر ومستقيم مر بمركز دائر يبقى انا لو توفر عندي شرطين يبقى اكيد الشرط التالت هتحق يبقى لما يجي يقول ده وطر متنصف والمستقيم مر بمركز الدائر يبقى اللي هيحصل يبقى اكيد هو عمودي على الوطر طب لو جي قال لي تنصيف وطر وعمودي على مركز الدائر يبقى اكيد المستقيم ده مر بمركز الدائر لو جي قال لي مستقيم مر بمركز الدائر وعمودي على الوطر يبقى اكيد بنصف ايه الوطر تمام كده ده درس اول درس من دروس الهندسة الصف الاول الصف الثالث الاعدادي واشوفكم بخير ان شاء الله في الدرس الكاد ترجمة نانسي قنقر